احنا النهاردة هنعمل مع بعض ارائيش بالجبنة بطريقة سهلة جدا وبسيطة وفي نفس الوقت طعمها حلو جدا اول حاجة بنجيب البولة نحط فيها كوبايتين دي وكبار معلقتين سمنة كبار او زبدة السمنة هنشتغل بها زي ما هي كده مش هنحتاج نسيحها ولا اي حاجة هي هسيح واحنا بنستخدمها نص معلقة ملح صغيرة حوالي تلات شريح جبنة رومي مبشورة معلقة جبنة بيضة النوع المناسب ليا معلقة صلصة كبيرة رشة سكر هقلب كل المكونات على بعض دلوقتي هبتدي استخدم ايدي في ان انا هوزع الخليط كله السمنة طبعا متماسكة هبتدي افرقها بايدي هوزحها على الجبنة والسلصة وكل الحاجات دي مع بعض هتسيح معايا بمنتهى السهولة معلقة خميرة فورية صغيرة شوية مية صغيرين فاترين يعني العجينة دي هم بتاخدش مية كتير بتاخد مية شوية صغيرين يعني احط حبة صغيرين وابتدي اعجن ما استعجلش ان انا احط دي ولا اي حاجة هي العجينة دلوقتي هتتماسك بعد ما بتدي اعجن فيها شوية هتبدي تتماسك لوحدها لو عندي عجينة بقى احط كل الحاجات دي على بعضها واسبها بقى يتشتغل مع نفسها هتريحني طبعا لو ما عنديش عجينة هبتدي افضل اعجن بايدي لحد لما العجينة تتماسك خلص اهي خلاص العجينة تمسكت ازاي يعني في الاول بتبقى سايحة كده وطرية شوية بعد كده بتبقى كويسة جدا ورحتها تحفة جدا وهي طرية برضو اهي بس ما بتنسكش في ايديو ولا بتلزق ولا اي حاجة اه اعطت عجن فيها شوية لحد ما بقت بالشكل دوت وفي نفس الوقت لما عملها كده بتدي نتيجة حلوة جدا والطعم نفسه بقى حاج دلوقتي بقى انا هسيبها واغطي عليها لمدة ساعة كده تخمر وبعد كده تلحح اشتغل بيها خلاص العجنة اهي خمرت وطلحها من البولة بقى علشان افردها دلوقتي هحط شوية دقيق علشان افرد العجنة هو انا العجنة بقى لو انا عايزة الارئيش طرية بخلي العجنة تخين شوية لو عايزة الارئيش نشفة بخليها رفيعة انا خلاصه فردتها هبتدي بقى اشكلها بالشكل المناسب ليا انا هستخدم طبق علشان هعمل اشكال شكلها حلوة دلوقتي نهو هعمل الشكل بالشكل دوت زي ما احنا شايفين بالسكينة مربعات بس هتبقى شكلها حلوة دلوقتي انا خلاص اهو عملتهم خدت العجنة الزيادة عشان عاملها تاني دلوقتي هحط الارئيش دي في الصينية في ورقة زبدة او اذهن الصينية بشوية سمنة او زيت وحطها في الفرن اكون مشغالة الفرن قبل ما احطها بحوالي عشر دقايق وحطها في النص اهو حوالي ربع ساعة على نار متوسطة عملت العجنة اللي بقية اهي هعملها ارئيش عادية بالسكينة بالشكل العادي اهي طلعتها اهي دي اللي معمولة بالسكينة ودي اللي معمولة بالطبق جميلة ازاي وطعمها حلوة جدا جدا اتمنى وصفتي تتعجبكو لو عجبتكو الوصفة ما تنسوش تعملو اشتراك للقناة علشان يجيلكو كل جديد باذن الله وان شاء الله قابلكو في وصفات اجمل واحسن باذن الله اشوفكم على خير